السلام عليكم لإضافة مقرر جديد في هذا الموقع عملية سهلة للغاية فقط بعد الدخول على موقع بناء مقرر اضغط على نموذج طلاب مقرر جديد في أعلى الصفحة وبعد ذلك سيفتح لك هذا الرابط بالضغط على هذا الرابط سوف ينقلك إلى نموذج التعبئة الذي من خلاله نكتب اسم الكامل للمقرر على سبيل المثال طريقة تنسيق الأزهار لو كانت هذه هواية تحب أن تنقلها لغيرك من خلال مقرر مثلا أزهار واحد هذا الاسم المختصر ثم ملخص هنا عن المقرر في هذا المقرر نعلم طريقة تنسيق الأزهار أسباب طلب هذا المقرر لنقل خبراتي للغير من خلال من خلال هذا المقرر مفتاح التسجيل هذا المفتاح حتى يعني انتركته فارغ فمعناته أن المقرر عام كل شخص يستطيع البحث في جوجل الدخول على المقرر لو كان هذا المقرر خاص فقط أحب أن أشركه مع مجموعة خاصة من المهتمين أضع مثلا رابط أو مفتاح تسجيل وأعطي هذا المفتاح تسجيل للأشخاص الذين أريدهم أن يدخلون على هذا المقرر طبعا يمكن تغيير هذا الرابط أو مفتاح تسجيل في أي وقت من داخل المقرر عند الدخول على أعدادات المقرر فقط بالضغط على حفظ تغييرات سوف يتم إرسال رسالة إلى المدير وبعد تفعيل المقرر سوف يكون موجود في أحد أقسام الموقع تاليم أنا يعني دائما أجد صعوبة في معرفة القسم المناسب لذلك لو كان عندك قسم مناسب مثلا الرجاء وضع المقرر في قسم الهوا الهوايات فهذا يسهل علي تصنيف المقرر عند إنشائه ليس هناك داعي لكتابة اسمك في أي مكان لأن اسمك مسجل في الموقع فمرة أخرى نكتب اسم الكامل للمقرر اسم المختصر ملخص عن المقرر وأسباب طلب هذا المقرر فلو كنت مدرس في مدرسة تكتب لأني مثلا مدرس في مدرسة لو كنت هاوي عندك خبرة فتكتب مثلا عندي خبرة الفلانية وريد أنقلها للغير وآخر شيء مفتاح التسجيل تركه فارغة إذا كنت تحب أن يكون هذا المقرر عام وليس لفئة خاصة توزع عليها هذا الرقم ترجمة نانسي قنقر